حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعدي بن زرارة ابن أخي عمرة سمعته منه قبل أن يجيء الزهري عن امرأة من الأنصار قالت كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا فما حفظ تقاف إلا منه كان يقرأها حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكري بن محمد بن عمري بن حزمين عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعدي بن زرارة عن أم هشامين بن تحريثة قالت لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيدي إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس حان محمد بن جعفر قال ثنى شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معين عن أبنة حارثة بن النعمان قالت محفظ تقاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا ثنى الحكم بن موسى قال عبد الله وسمعته أنا من الحكم قال ثنى عبد الرحمن بن أبي الرجال قال ذكره يحيى بن سعيد عن عمرة عن أمه شامين بنت حارثة بن النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيدي إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح ترجمة نانسي قنقر